المقاومة تملك سلاحاً بسيطاً هو في مجمله صناعات محلية في ظل حصار غزة 16-17 عام صناعة محلية تتصدى بهذه القذائف التي يصنعها المجاهدون في خطاع غزة تتصدى للدبابات وتتصدى للمدرعات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق غزة وإسرائيل التي تقول أن المقاومة مختبئة في المشافي وخلف المدنيين المقاومة تخرج إليها خلف خطوطها وتبث بالصوت والصورة هذه العمليات الفدائية بسلاح قليل من مواجهة هذه الآلة العسكرية الصهيونية الكبيرة كل ما تقوم به إسرائيل هو القصف القصف وهي 32 ألف طن على خطاع غزة بأن كل متر هناك نصيب كبير من المتفجرات لكل متر لكل شبر في خطاع غزة 32 ألف طن تقصفها إسرائيل على خطاع غزة وكل طفل في خطاع غزة كل فرد يكون له نصيب كبير من هذه المتفجرات لكل شخص في خطاع غزة هذا قصف مزنون هو يعكس الغرور القوة والعنجهية والفشل الكبير الذي كان يوم في 17 المقاومة حتى الآن رم العدد القليل والعدة القليلة ولكنها حتى الآن تخرج من خلف الخطوط وتقصف هذه الدبابات والمدرعات وفي نفس الوقت الصواريخ من قطاع غزة التي تخصف على مدن العدو سواء في غلاف غزة أو المدن حتى في العمق الصهيوني وصولا إلى تل أبيب لن تتوقف واليوم هناك صواريخ خرجت من غزة في اتجاه مدن العمق الصهيوني هذه الصورة حتى الآن لكن قد تتغير في أي وقت لأن إسرائيل هي تعتمد فقط على القصف وعلى المتفجرات هذه القنابل التي ألقيت على غزة أكثر من قبلتين نوويتين المناظر التي رأيناها من هدم وتدمير لم نرها منذ الحرب العالمية الثانية لم نرى مثل هذه المجازر وتبث بالصوت والصورة على مسمع من العالم الذي يدعي التحضر بين قسين وهو يتفرج على هذه الآلام ثم يقول أن هناك حرية والإنسانية وغيره مع سقوط الخزائف يسقط أيضا هذا الزيف الكبير وهذه الأقنعة التي تغنى بها الغرب حول الحضارة الغربية وحقوق الإنسان وحول هذه الشعارات الكبيرة التي تسقط مع القضائف الأمريكية التي تسقطها إسرائيل على المشافي وعلى المساجد وعلى الكنائس وعلى البيوت الآمنة في كل مكان سواء في جنوب غزة التي تقول أنه آمن أو في شمال غزة التي تطالب الناس بإخلائه اتجاها إلى الجنوب في كل الأحوال ربما نصل خلال أيام قليلة إلى أن تستطيع إسرائيل أن تقول والله انتصرنا ولكن ما هو الانتصار؟ الانتصار إسرائيل رفع الشعارات كبيرة قالت تصفية المقاومة الفلسطينية طب هي المقاومة جيش يتم هزيمته في المعركة هي المقاومة أو الحكومة ودولة يتم الانقلاب عليها المقاومة روح تسري في الشعب الفلسطيني المقاومة لا يمكن إجهاضها فصائل المقاومة ليست تنزل على الشعب الفلسطيني بالبراشت وهي معزولة عنه وهي جزء هي أبناء هذا الشعب وهي أهل هذا الشعب ولذلك أنا أعتقد أن هذا الهدف الكبير الذي وضعته إسرائيل وأمريكا في تصفية المقاومة ثم إدارة غزة بوفق خيارات يتم مليون طرحها في المنتديات هذا وهم كبير لا يمكن تحقيقه صح ممكن تدمير غزة ولكن غزة ستبقى وتنهض مرة أخرى شكرا